السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونحمد الله تعالى ونشكره ان جمعنا وإياكم في هذه الحلقة ذات الموضوع الرباني في كلام طيب وأطيب الكلام كلام الله رب العالمين ما زلنا نقوم بعبادة التدبر والتأمل في كلام الله جل علا ما زلنا مع سورة ياسيم هذه السورة المباركة التي تسمى قلب القرآن ففي الحديث الصحيح لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسيم سورة عظيمة وجليلة تعرفنا من خلالها عن عدة تعاليم ربانية موجهة إلى كل الخلق ونحن طبعا من بين الخلق ربنا من خلال هذه السورة يؤكد على صدق الدعوة الإسلامية وأن القرآن الكريم هو كلام الله رب العالمين المنزل على قلب النبي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من خلال السورة ربنا يعلمنا حقيقة العقيدة الإسلامية المبنية على التفكر والنظر نبني العقيدة أولا على كتاب الله الوحي المنزل وأيضا على التدبر في ملكوت الله عشنا لحظات عظيمة مع سورة ياسيم وربنا يقدم لنا الآيات وآية لهم آيات في السماء في الفلك في النجوم في الكواكب في الشمس في القمر وفي كل المخلوقات كل شيء يدل على أنه الصانع وعلى أنه الواحد فالسورة تعطينا أيضا أحداث عن أقوام خلو كانوا يشككون في العقيدة والدين وبعت الله إليهم رسل وجاء بأولياء ودعاة صالحين ثم كان مصير الجميع الموت ولكن بعد الموت هناك فرق كبير الذين تعنتوا كان مآلهم النار والذين صدقوا في إيمانهم كان مآلهم الجنة والنعيم المقيم هكذا الصورة تحمل عدة قضايا كلها مواعد كلها عبر إذا قرأتها على القلب الميت يحيا حتى إن من فضل هذه السورة أنها نقرأه على موتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اقرأوا يسين على موتاكم لأن فيها رحمة بل إن القلب الميت إذا قرأته عليه يحيا هذا القلب ومن قرأها فإن الله تعالى ينجيه من الخوف وينجيه إذا كان يتعرض للظلم ومن أسرارها أنها جالبة للرزق وجالبة للحظ السعيد وأنها دافعة للبلاء علينا جميعا أيها الأحباب الكرام أن نقرأ هذه الصورة باستمرار فيها فضل كبير نواصل حيثما وصلنا وصلنا إلى الآية ستين من سورة يسين نقرأ ثم نتأمل ونتدبر في الخطاب الإلهي قال ربنا سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا أعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفوههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا تعقنون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخدوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخذر لارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم هكذا أي الأحب الكرام تختتم سورة ياسين هذه السورة المباركة التي نحن جميعا مطالبين بأن نقرأها باستمرار وإن حفظناها عن دهر قلب كنا ورب الكعبة من الفائزين في هذا المقطع الأخير بعد أن عرض الله سبحانه وتعالى كل الآيات وكل الأدلة وكل البرهيم على وجوده أولا أنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد وقد أعطانا الأدلة الكافية قال نتدبر في هذا الكون الفسيح هذه النجوم هذه الأفلاك هذه الشموس هذه الأقمار هذه السماء من رفعها بغير عمد وأنتم وفي أنفسكم أفلا تبصرون كل شيء يدل على أنه الواحد وعلى أنه الصانع وعلى أنه الفرد الصمد ثم ساق الأدلة على صدق دعوة النبي المصطفى أن سيدنا النبي محمد أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يمكن أن يصيغ قرآن بهذا المستوى من الإعجاز والإبداع ثم ذكرنا بأنه بعد الموت هناك البعت وهناك النشور وهناك الحساب وهناك الجزاء كل هذه القضايا عرضها ربنا عز وجل في سورة يسين وصاق لها الأدلة والبراهين والأساليب المتنوعة ثم يختم هنا فيقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين هذه الآية ذكرها ربنا عز وجل لما اطلع على أهل النار قبلها ماذا قال وامتاز اليوم أيها المجرمون حينما جاء البعت والنشور وجاء الفصل ثم دخل أهد الجنة إلى الجنة في نعيم مقيم وكانوا أهل النار يتعدبون في في نار جهنم والعياد بالله ماذا قال ربنا عز وجل وامتاز اليوم أيها المجرمون كنتم في الدنيا تشعرون بأنكم الأكابر تشعرون بأنكم الأسياد تشعرون بأنكم تمتازون عن الخلق عندكم امتيازات عن الخلق أنتم لستم كبقية الخلق وتستكبرون على الله بغير علم ربنا يقول لهم هذا الامتياز ستجدون مثله أو ضده في الآخرة وامتاز اليوم أيها المجرمون هذا أسلوب السخرية الله تعالى يسحر من المشركين والكافرين فيخاطبهم بنفس الألفاظ التي كانوا يستعملونها في الدنيا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ربنا وكأنه يتحصر عليهم يا بني آدم كل الأنبياء الذي بعدت إليكم وكل الكتب المقدسة التي أرسلت إليكم وكل الآيات الدالة على قدرتي وعلى حسابي كل غادة ومع ذلك أنتم صم بكم عمي لماذا؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن أعبدوني هذا السيرط المستقيم العبادة نوعا إما عبادة الرحمن سبحانه وتعالى على الطريق المستقيم أو عبادة الشيطان ما دون عبادة الرحمن هي عبادة الشيطان وقد تتذوع هناك من يعبد الأصنام والأوتان وهناك من يعبد العرافين والمشعودين والشوفات هناك من يعبد من يقرأ الفنجان ويقرأ الكف ويقرأ النجوم هناك من يعبد المال الدنار والدرهم هناك من يعبد الشهوات والملدات الآثمة المحرمة وهناك من يعبد الإيديولوجيات والأفكار الغريبة وهناك من يعبد مباشرة الشيطان نعم هناك عباد الشيطان وهي عبادة منتشرة متواجدة في العالم الغربي وكنا نسمع بها بين والفين والأخرى في العالم الإسلامي وفي العالم العربي حتى في مغربنا العزيز سمعنا منذ حوالي عشر سنوات ما يسمى بعباد الشيطان وقد قامت القوات الأمنية بإلقاء القبض عليهم وعطتهم تهمة تهمة ما يسمى بزعزعة عقيدة مسلم وفيما بعد تم العفو عنهم لأن القضية مرتبطة بحرية الفكر وحرية الاعتقاد ولا ينبغي للقانون أن يعاقب الإنسان على حرية التدين لأن الله تعالى يقول لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي ولكن هؤلاء يغرون الأبرياء وضعاف العقول فربنا عز وجل يجمع هؤلاء كلهم في جميع الأزمنة ويقول لهم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الشيطان هو الذي أخرج أباكم من الجنة هو الذي أغواه ثم كان لكم بالمرصاد كل واحد منكم أته الشيطان بطريقة اللي جاه من المال اللي جاه من الشهوات اللي جاه من الشبهات اللي جاه من الإيديولوجيات واللي جاه بأسالي متعددة ثم قال ربنا عز وجل وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ربنا يبلغ الحسرة للعباد يا عباد يا أبنى آدم لقد أضل منكم جِبِلًّا كثيرة ما معنى جِبِلًا كثيرة يعني أجيال كثيرة تاريخ البشرية فيه الملايير دي الملايير يكفي أن نحن الآن في العالم حوالي 8 مليارات الآن نحن حوالي 7 مليارات ونصف وزيادة ففي كل زمان كان هناك مليارات وإذا قمنا بعملية حسابية منذ أول الخليقة إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة سيكون عدد الخلق مليارات لمليارات ولكن للأسف أعظمهم وأكثرهم يصدون عن ذكر الله ويعتبرون الخطاب الديني متخلف وأنه ضد الحضارة وضد التقدم وضد الحداثة وأن السبب الذي جعل الناس متخلفين هو أنهم يعتمدون على هذا الخطاب الديني فلهذا يحاربون إما مرة بأنهم يروجون للإرهاب أو يروجون للتطرف الديني أو أنهم يضعون مانع نهوة عجلة التقدم والتنمية دائما أنك اتهامات فربنا عز وجل يبلغ الحصرة للعباد ويقول وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أن أجياء الكثيرة أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ أَلَمْ أَعْطِكُمْ يَا عِبَادَ اللَّهُ عَقَلْ لِكِ تَتَفَكَّرُوا وَتَتَبَّرُوا المسألة واضحة بيهنا لماذا أنتم أخفيتموها أَلَمْ أَعْطِكُمْ أَيُوَا الْخَلْقِ فِطْرَةٌ سليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدل لخلق الله دليل الفطرة عندنا جميعا المولود يخرج من بطن أمه وعنده دليل الفطرة ثم لما يكبر يعطيه الله تعالى دليل العقل ثم لما يعيش يعطيه الله تعالى دليل الكون المادي ثم لما يقرأ القرآن يجد فيه أدلة كثيرة كل هذه الأدلة وأنتم ترفضون أفلا تعقنون فيوبخ ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين والظالين والملحدين والمحاربين كلهم لما يحكم حكمه الأزلي ويرمي بهم في النار والعياد بالله ماذا يقول هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون ربنا كان يتوعد بأن كل من كان كافر أو مشرك أو ملحد أو محارب للدين هذا ما قاله إلى النار لأنه بعد الموت هناك ضارين فقط إما جنة وإما النار فابحث عن موقع قدمك هؤلاء المحاربين والمشككين ربنا قد وعدهم أو وعدهم بالنار فهنا وكأن الله تعالى يحكي عن ما سوف يقع لم يحدث بعد البعث والنشور والحساب لكن هذا في المستقبل لكن الله تعالى ما عنده ماضي وحاضر ومستقبل الله تعالى ينظر إلى الوجود بعين واحدة ما عنده ماضي وحاضر ومستقبل نحن البشر عندنا الحاضر والماضي والمستقبل لأننا جميعا محكمون بدوران الشمس والقمر ومرور الأيام والشهور والسنين أما الله تعالى فهو خالق القمر والشمس والزمان والمكان فهو لا يحكمه شيء فهو يرى ما الذي باعتبار ما قد يقع أن هؤلاء المتشككين كان مآلهم النار فيبلغهم الحسرة هذه النار التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها بمعنى أنها صلية أنها يستنونها وجلدهم يقوم بتلفحه النيران من كل جانب تحيط بهم النار من كل جانب لماذا بسبب كفرهم وعنادهم لو آمنوا بالله لو كان في قلبهم يتقل حبة خردل من إيمان ما دخلوا النار لكنهم كانوا أئمة الكفر وكانوا ينشرون الكفر وكل من دعا إلى الإيمان كانوا يتصدون لهم فهؤلاء كانوا في الدنيا كثيري الكلام عندهم قدرة على الحجاج واللجاج وعلى صوق البراهيم منذ زمان إلى عصرنا هذا اليوم من يتابع المشهد التقافي والمشهد الإعلامي العالمي يجد هناك العشرات من القنوات والعشرات من المواقع متخصصة في نشر الإلحاد أو في ضرب الدين الإسلامي عدد كبير وعندها تمويلات حتى في العالم العربي وفي العالم الإسلامي هناك أساتد يتبجحون بالفكر الحر ويتبجحون بالعقيدة الحرة وأنه لا إكره في الدين لكنهم بذلك يحاربون كل دين هؤلاء عندهم قدرة غريبة تجدهم في الأول يدرسون الفلسفة والفلسفة ليس لغاية الوصول الحقيقة وإنما الفلسفة للصفصة لقي بين الشيء ونقيدة وفئة واحد هي صفصة أكثر منها فلسفة ثم إنهم يتعلمون أسنوب الجدل أنك تقول له الكلام فيجادلك ويتعلمون المنطق والبرهان والقدرة على اللجاج فهؤلاء لن تستطيع أن تغلبهم يا ما نتابع عبر قنوات أو نحضر في بعض المجالس يكون هناك مناظرات ما بين هؤلاء وما بين بعض المتدينين فيغلبون المتدينين لأن المتدين هو على حق بالإيمان وبالقرآن وبالسنة لكن ما عنده قدرة على الجدال وما عنده قدرة على سوق البرهان وما درس المنطق الأرستي والمنطق الرياضي والمنطق بالمعنى الأخص وبالمعنى الأعمل وما قرأ القياس القياس العلوي والقياس الأدنى والسفلي وما قرأ العلوم كثيرة في علوم الجدل والمناظرة ما قرأها لكن هؤلاء عندهم باطل لكن عندهم آليات الاشتغال فعندهم قدرة على أنهم يصورون هذا أبيض وإذا أرادوا أن يعيده أسود تمكنوا من ذلك بيد أنهم في الآخرة ستتغير كل هذه الأشياء في الآخرة لما يجدون أنفسهم أمام الله تعالى والبعت والنشور سيتحدون ويحشرون جميع أدلتهم وبراهينهم لكي يدافعوا عن أنفسهم ما هي المفاجأة؟ قال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله تعالى يختم على الأفواه هذا الفم لاحظوا الفم اغلق فمك اغلقه سترى بأن فمك سوف يخاط يوم القيامة يخاط كي يعد الفم بحل حنك اللسان كي يسمح جامد لحمة جامدة غير قبل الحركة والشفتين ستعود كلها بحل حنك يعني مخيطة ختم عليها نختم على أفواههم كي يبغي تكلم بالفم الفم لا يتكلم من الذي سوف يتكلم؟ قال وتكلمنا أيديهم وتشهد الرجلهم بما كانوا يكسبون اليد تتكلم تقول يا ربي أنا سرقت وأنا ضربت وأنا فعلت وأنا تركت والرجل تقول أنا فعلت وكذا وجميع الأعضاء كلها تشهد حتى كل كل الأعضاء تشهد على كل شيء وحينما ينتهي الإشهاد ربنا يعطي الإذن لللسان فلما يتكلم اللسان يقول ويحك يا جسدي ويحكم يا أعضائي عليكم كنت أدافع وأنتم الآن قد ألبستموني كل هذه الأشياء فيصدقوا عليه القول اليوم نختم على أفوههم وتكلمنا أيديهم وتشهد الرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبسرون الله تعالى يترك العيون هو يمسك اللسان لكنه يترك العيون تبسر فيرون الأشياء أمامهم لا يستطعون تغييرها لأن في الدنيا عندنا قدرات ربنا وهبها إلينا نغير الحقائق كم من أحد متهم دي الجريمة ويستطيع أنه ينصب محامي شاطر فيحصل له على البراءة وكم من أحد عنده علاقات مع مسؤولين كبار بمكالمة هاتفية يتغير النظام كله ويخرجه من التهمة بريئ لكن في الآخرة ربنا عز وجل يعقد محكمة هو حاكمها هو قاضيها فيعدل بين الحلق لما يختم على اللسان ويعطل جميع الجوارح تبقى العيون العين ترى كل شيء ترى ما يقع فالإنسان وكأن الله تعالى يقيم عليه الدليل على نفسك بصيرة يكفيك أنت شهيد على نفسك فاستبقوا الصراط فأن يبصرون سوف يرون الصراط الصراط هو طريق مؤدي إلى الجنة هذا الصراط كما جاء في بعض الحديث أحد الأحديث أنه طويل جدا وأنه أرق من الشعر وأحد من السيف هذا الصراط هو الذي يفضي إلى الجنة فأرادوا أن يستبقوا المؤمنون يمرون على الصراط مرور البرق الخاطف نحن جميعا نقول الصراط كل يوم على الأقل سبعة عشر مرة في صلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا الصراط كل صلاة نقوله في اليوم سبعة عشر مرة في كل ركحة نقوله جميعا كل المصلين ولهذا صلاتنا تشفع لنا صلاتنا تجعل المؤمنين في حماية يوم القيامة يقولك الله تعالى هذا الصراط كنت تقوله وتدعو الله تعالى أن يهديك إليه ها هو الآن المؤمن يمر عليه بسلام لأنه يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فيمر مرور الكرام ومن هناك من يمر مثل البرق وهناك من يجري وهناك من يزحف وهناك من من القبور القصور مباشرة لكن المشركين والكافرين والملحدين والمتشككين واللدينيين هؤلاء يبحثون عن الصراط ويحاولون بدكائهم أن يستبقوا الصراط القوش يفلتع ويدوز منه لكن ربنا عز وجل يقول ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون لا يرونه لأنه رقيق جدا أرقوا من الشعر وأحدوا من السيف يقولوا أين هو الصراط لا نراه ربنا عز وجل رغم أعطاهم البصر يرون مشاهد الحساب لكن لا يرون هذا الصراط ثم يقول تعالى ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا موضيا ولا يرجعون مما نمسخناهم ذلك اللحظة الناس يهيجون هيجان شفت بغير مرض كورونا والناس كلهم في هيجان وزراء ومسؤولين في الصحة ومسؤولين سياسيين ومسؤولين تجاريين وتلسانة إعلامية وعموم الشعب والمدارس هلع رغم أنه ميكروب صغير ويا الله في المراحل الأولى ما الذي وقع أما يوم القيامة لما تتغير الشمس والقمر والكواكب والنجوم والخروج من القبور عالم غريب مخيف في هذه اللحظة هؤلاء المتشككون يريدون أن يعتمدوا على عقولهم كما كانوا في الدنيا وعلى خبرتهم كما كانوا في الدنيا وعلى زبانيتهم ومعارفهم كما كانوا في الدنيا لكن الله تعالى يقول ما كان في الدنيا راح أنتم الآن حفاتا عرات بين أيدينا فيحاول أن يهرب فقال ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم قال المفسرون معنى أن الله تلو يصلبه مسخه بما نجعله صلبا يريد الحركة يريد الجري العدو القفز لا يستطيع يحرك يده ما يستطيع يحرك عنقه ما يستطيع وكأنه جدع نخل ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضية ولا يرجعون ما يقدر يتقدم ما يقدر يتأخر حتى تلفحه النار والعياد بالله ثم يقول الله تعالى بعدها ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون هذه الآية لما نزلت كان بعض المشركين وهم كبارس كانوا يكيلون الضعفاء من أهل الإيمان العذاب والتنكيل وكان سيدنا النبي يقول أنتم كبرتم على الأقل آمنوا لعل الله يختم لكم بالحسنة وفعلا بعد مدة شاخوا فهرموا فماردوا فماتوا ماتوا على كفرهم والعيدوا بالله ربنا يعطينا قضية معروفة وهي أن الحياة الدنيا لا تساوي أي شيء لماذا نتسرع عليها ما تسو عند الله شيء الإنسان يعيش مهما عاش ولما يصل إلى سن معين ينكس في الخلق ومن نعمره كل مطول كيف تستين عام سبعين عام ثمانين عام أشك يبقى في الإنسان ومن نعمره كي يطول في العمور ننكسه في الخلق كيعد كل عيوب ذهب عنه البصر وقل سمعه وأصابه الخرف أصابه الزهايمر والركب واللوريشين الأعظم سار ضعيف والعمود الفقاري لا يستطيع أن يقيمه والرغم في الطعام ما عنده شهية عنده سكري وضغط دم وعنده كذا وكذا حتى إذا أرد أن يستفرغ ما يستطيع كل قصعوبة كبيرة ربك ارحمنا ملكا كبرو يأخذنا إليه لو ترك الإنسان بعد الثمانين والتسعين يكون حاله حاله هو متعب ومن حوله متعبين كم رأيت أناس عندهم أهالي وقد تجاوزوا التسعين ولك يطلب الله عفاك لما طلب الله تعالى يقبض أرواحهم يرتاحوا يرتاحوا منهم ما يستطيعون لأن هناك التعب الشديد والألم الشديد وكين بعض الصالحين كان عارفون كي يزورون كبار رفسين يقول دعي معي الله يقبض روحي يضغيع حتى لا من تخلف في أيدي آخرين ما فيهم رحمة إذا أخذ الله روحي يرحمني لذا قال تعالى ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا تعقلون تعقلون سبحان العظيم القضية غير مرتبطة بالإنسان مرتبطة بالدول والحضارات والأمم حتى الدول كده الدولة كتكون في الهن نشئة وكتكبر وتشيخ وتهرم كم من دول قامت وبعد مدة سقطت ويقال بأن 2020 الله يسترنا وإياكم هناك دول سوف تسقط 2020 اللي في كورونا هتكون في أحداث خطيرة للغاية والعياد بالله منها كسد اقتصادي وسقوط دول عظمى وتغيير الخريطة العالمية والنظام الدولي الجديد كله يتغير 2020 غريبة من مرض كورونا غامدخل غامدخل أما ما سياتي فيما بعد غرائب وعجائب احتقلوا أن بعض دول شاخت طال عمرها وجاء وقت أنها تنكس تنكس أعلمها ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا تعقلون إلى أن قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين هذه الآية جاءت ردا على المشركين يقول بأن محمد هو الذي افترى واختلق هذا الكتاب وسمه قرآن هذا كل كلام محمد محمد كان شاعر محمد كان يقول الشعر ويقول الأدب وتعلم الفكر وصاغ هذا الكلام وبدأ يروجه بين الناس وكل هذا كذب وبهتان لأن مشركي قريش كانوا يعلمون بأن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمي لم يقرأ ولم يكتب لم يدخل إلى مدرسة ولم يدخل إلى كتاب ولم يتعلم من شيخ أو من فيلسوف أو من مفكر سيدنا النبي منذ أن عاش كان أمي والأمي هو الذي لم يفارق نهر أمه وكان يرعى الغنم حتى كبر كان معروفا بأنه الصادق الأمين فقط أنه صادق أمين لهذا ربنا عز وجل أعطاه الرسالة لصدقه ولأمانته وهم يعلمون كل هذا علم اليقين لهذا من باب الدعاية السياسية لأنهم لحظوا بأن الإسلام بدأ ينتشر فلابد من الشائعات كلما انتشر الإسلام هناك حروب إما أن نقوم بدرب المؤيدين والدعاة وإما أن نحاصر الدعوة وإذا لم نستطع يكفينا طريقة سهلة وهي أن نصدر شائعات نقوم بافتراءات نشوه سمعة الدعاة والعلماء والفقهاء والصالحين ونشوه القرآن ونشوه الجهادات الفقهية ونشوه سهل جدا هذا من باب الدعاية هكذا فعلوا مع النبي الكريم قالوا إنه شاعر وإنه كاهن وإنه كاتب فقال تعالى ينفي كل هذا وما علمناه الشعر وما ينبغي له أينبغي لمحمد تعالى الشعر سيدنا محمد لم يكن يحتاج إلى معلم ولم يكن يبحث حتى لكي يحفظ بل ربنا عز وجل سكب في قلبه الطاهر نور القرآن فصار يخرج من قلبه ومن فمه إنه إلا ذكر وقرآن مبين القرآن ذكر ذكر لله كلما قرأت القرآن إنك تذكر الله رب العالمين وقرآن معناه فاصل بين الحق والباطل وهو مبين بين لا يحتاج إلى تفسير القرآن الكريم ما في حال حاجة إلى تفسيره يفسر نفسه بنفسه لأنه كلام ميسر لماذا كل هذا؟ لتنذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين القرآن يحيي القلوب لتنذر من كان حيا من كان قلبه حي يسمع أي آية قرآنية يبكي كان بعض الصحابة مجرد أن يسمع المقطع الأول من القرآن يبكي وتخشعر جلوده ويشعر بالخوف والوجل لماذا؟ لأن قلبه حي لكن هناك أناس آخرين قلوبهم ميتة ولو تقرأ عليهم ستين حزب بأشجاء الأصوات وبالتجويد والترتيل والنغم وتأتي بكل الأدلة والبراهين لا يستمعون لأن قلبه ميتة فقال ربنا لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أي أن الله يقيم الحج عليهم لأن يوم القيامة سيحتج هؤلاء يقول ربنا عز وجل ألم أبعت إليكم رسل وأنبياء ألم آتيكم بكتب مقدسة ألم أجعل بعد الرسل أولياء ألم أجعل مع الأولياء علماء ألم أجعل مع العلماء محدثين وفقهاء ألم أجعل صالحين ومصلحات ومقرئين وقارئات ألم كل ودي أدلة وبراهين حتى لا ليس هناك أي عضر لسد تشبت به إلى أن يقول الله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون انظر إلى الأسلوب القرآني بعد أن يكون هناك أسلوب التهديد وأسلوب الوعيد ربنا ينطلق إلى أسلوب آخر أسلوب الوعد وأسلوب الدعوة الصالحة والرقة واللطف في هذا المقطع ربنا عز وجل تودد إلى خلقه كلهم المؤمن والكافر والمشرك يتودد إلى كل الخلق يقول يا عبادي ألم تروا مما عملت أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما أن أدعام انظروا إلى الأنعام انظروا إلى البقر إلى المواشي إلى المعز إلى الجمال إلى الخيول إلى البغال إلى سائل المخلوقات لخلق الله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا بمعنى أنه خلق بأيدي الله ربنا عز وجل خلق هذا الخلق بيده مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون ربي الله خلق الانعام وعطالك ملكتها وهذه يقولك انا املك الف فرس وانا املك الفي رأس دي الجمال وانا املك اربعة الف رأس دي البقر واخر يقول انا املك واد من الغنم الناس يتفخرون فيما بينهم كم يملكون من رؤوس الغنم والبقر والخيول مع العين بانهم لم يخلقوها وانما صار مالك لها من الذي خلقها الله سبحانه وتعالى ثم تنعم علينا وتفضل علينا وملكها لنا فانتم لها مالكون ودللناها لكم فمنها ركوب ومنها يكلون ربنا جعل هذه الانعام جعلها دليلة تصور ان الفرس بقوته والجمل بجبروته واتطور بعزته وغيره من الحيوانات كلها ذليلة ربنا ودللناها لهم جعلها جعلها تستسلم للانسان وتخضع للانسان ويرعاها الانسان ويتحكم فيها الانسان لو شاء ربك لجعلها مفتريسة تقترب منها فتهجم عليك لكن الله تعالى رغم قوتها جعلها ذليلة هينا للانسان ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يكلون بعض الانعام نستعمل للركوب كالجمال وكالخيول وكالحمير والبغال والبعض الاخر نستعمل للطعام كالبقر وكالمواشي والمعز وغيرها ودللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يكلون ولهم فيها منافع ومشارب منافع فيها لحم فيها ألبان فيها صوف فيها جلد انظروا إلى موسم الفلاحة إلى معارض الفلاحة شحل دي الخيرات كي وضعوا عن الناس شحل من المنتجات تستخرج من الحيوانات من جلود ومن ألبان ومن زبادي فرماج وغيرها خير كثير كل هذا لماذا ربنا يذكرون يا عبادي لقد أعطيتكم كل هذا أفلا تشكرون أفلا يشكرون هذه النعمة عظيمة كن الصالحون أي حاجة كمدل يدو كي قل هذه ربنا صدعها بيده وأعطها إلينا أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أي شيء هذا اللباس الذي ألبسه هو خيط ولكن كان صوف والصوف كان عند غنم فربنا الذي خلق وهي وأعطاني هذا اللباس الطعام الذي أكله ربنا الذي خلق هو هي ثم وصلت الطعام من لحم ومن خضر ومن ومن البان وغيرها فكان الصالحون كلما مدوا أيديهم لشيء من المنافع والمشارب قبل أن يمد يشكر الله الذي أعطانا فإذا لم يستطع أن يشكر النعمة رفع يده كان بعض الصالحي ياخدنا القليل من النعمة كي قلت يا رخوض مرحبا رعدنا بي في مفتوح خوض ما تشاء ياخد غير القليل يتقلل دخل لي لماذا لا حالس أخذ كي قلت لا ليس حالس لأن الفندق خالص لأنني لا أستطيع أن أشكر هذه النعم هذه النعم كثيرة لأننا نقدر نشكر عليها ربي ولكن الشيء آخر وخالص ما نقدر أن نأخذ لأنني لا أستطيع أن أشكر نعمة الله وربنا الذي قال أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند وحضرون ربنا يقول وأسفاه على العباد رغم كل هذه الخيرات والبركات تركوا الإله الواحد الأحد وتشبتوا بالآلهة تشبتوا بالأصنام والأوتان وتشبتوا بالإديولوجيات البعض الآن يقول هذا الفيريس كورونا يقول ما سببه هناك من يقول بأنه جند من جنود الله وآية دل على عظمة الله وقدرة الله والبعض الآخر يقول هذا فكر متخلف بل هذا الذي يقع إنما هو غضب الطبيعة الطبيعة تغضب ووقع فيها خلل فنشأ فيروس كورونا البعض يقول لا لابد أن نحلل التحليل العلمي وأن نبحث عن هذا الفيروس وأن نقيم المختبرات الطبية للبحث والبعض الآخر يقول مهما وضعتم من مختبر الطبية ومهما تكاتف الأطباء في العالم بكرمتهم ولو وضعتم جائزة تفوق مئتي مليار دولار لن تكتشفوا هذا الفيروس له دواء إلا إذا رجعتم إلى الاستغفار والتوبة لأنه أصلا هو لفت الانتباه للأنظار والرجوع إلى الحق سبحانه وتعالى يقولون هذا كلام متخلف هذا كلام رجعي هكذا يقول ربنا واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون مهما قدمت من الأدلة والبراهين يرفضون فربنا يقول يوم القيامة هذه الأفكار وهذه الأصنام كلها ستأتي يوم القيامة وهم جند محضرون تشهد عليك يوم القيامة تقول أنا الذي بي فسقت عن أمر ربي وخالفت دين الخالق عز وجل هذا الكلام كذا في عهد النبي الكريم هناك جدال ونقاش وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزنه أنهم يقولون عنه شاعر وكذاب ومجنون وساحر ومدعي سيدنا النبي كان يسمع هذا الكلام فقلبه ينجرح وقلبه ينفطر فقال تعالى فلا يحزنك قولهم إياك يا محمد أن تسمع إليهم لبغى يقول كلام غير يقول إنك على خلق عظيم يا محمد فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أي أن هؤلاء الأعداء والخصوم ربنا يعلم الظاهر والباطن يعلم ما يسرحون به ويعلم ما يخفونه من مقاصد ومن غايات ثم ربنا عز وجل مرة أخرى يعطيني الأدلة والبراهيم بعد أن تكلم عن النجوم والكوائب والكواكب في الحلقة السابقة وعن الأفلاك والبحار وعن المحيطات وتكلم عن الضر والمجر وتكلم هنا عن الحيوانات الأنعم سيتحدث عن قضية أخرى وهي النطفة نطفة المني الإنسان خلق من نطفة من مني تبنى ماذا قال أولا مير الإنسان أننا خلقناه من نطفة فهدائه هو خصيم مبين الإنسان نصب نفسه خصما لله الله خلقنا وقد كنا عدم وأعطانا كل شيء السمع والبصر والفؤاد وخلق هذا الكون الجميل بما فيه من بحار وأشجار وهضاب وسهول وأعطانا زوجات وأعطانا أمهات وأباء ورزقنا أولاد وذرية وأعطانا رزق وأعطانا خيرات كثيرة المفروض أن نكون عباد زغاد شاكري لله لكن هذا الإنسان غريب عوض أن يشكر نصب نفسه خصما لله تعالى أولا مير الإنسان أننا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين خصيم مبين خصم يبين خصمه رغم أنه خلق من نطفة ربنا يشير إلى أنه لا شيء أيها الإنسان إنك لا شيء أنت شيء بالإيمان أنت شيء بالقرآن أنت شيء بالتوحيد أنت شيء بالعبادة والطاعة لكن بلا إيمان ولا طاعة أنت لا شيء أنت أحقر مخلوق فوق الأرض لكن بالإيمان أنت أعظم مخلوق فوق الأرض وفي السماء أسجد لك حتى الملائكة والجن وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم هذه الآية كان رجل من سناضيذ قريش الكافرين اسمه أبي بن خلف كان فيلسوف وكان شاعر وكان أديب وكان كثير الكلام وهو الذي كان ينصب نفسه يتحدى النبي الكريم فلما حدثهم النبي الكريم على البعث والنشور كان بين القوم في إحدى المجالس الكبرى وجاء بعظم رميم عظم قد أرمى عظم للإنسان سبحراشي فقال لي يا محمد أتعتقد بأن ربك يستطيع أن يحيي هذا العظم وقد سرى رميم ثم فرت والركة لضغط عليه بأصابعه حتى سرى رميم فرتت العظم حتى سرى مثل التراب فسيفساء فقال لها ربك يستطيع أن يحيي هذا العظم فنزل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الله تعالى هو اللي خلق الأول هذا الإنسان لم يكن نحن لم نكن ربنا خلقنا من عدم ثم من تراب ثم من نطفة كل واحد بغي يعرف حلق دياله يسوه الموبة نهارت زوجه وتلاقاو وكانت علاقة زوجية ثم وضعت النطفة من ماء ثم صار الخلق ثم أبدعك الخالق سبحانه وتعالى فهل أنت خلقت نفسك بنفسك أم الطبيعة الصماء البكماء التي خلقتك لا أحد ينكر بأن الخالق هو الله فسيدنا النبي مدى قال لأبي بن خلف قال أي نعم هذا العظم ربنا عز وجل يحييه ثم يبعثك ثم يحاسبك ثم أغلض عليه القول فقال ويدخلك النار لأنك يا أبي بن خلف تحارب الدين وتحارب المتدينين وضرب لنا متلسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقيدون شوف القياس العقلي العجيب ربي بدأ قال قال لك أجب الشجر بش يعطينا مقارنة بالإنسان قال لك الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الشجر الأخضر ماذا كان بالله عليكم الشجر ماذا كان ألم يكن قطرات من ماء مثل الإنسان توكن قطرات من مني تمنع هكذا الشجر الذي نراه كبير وضخم خشب وأخضر في الأصل كان قطرات ماء من السماء ثم التقت مع الحبة في التراب مثل الرحم ماء الرجل مع ماء المرأة كذلك الله أنزل من السماء ماء فالتقى بالحبة فصار سجر والشجر صار أخضر ولكن بعد مدة إذا يابوس السجر ماذا نصنع به نقطعه خشب ثم نستعمله ثم نستعمله لتدفئة في الفرن ندخله النار هكذا الذي خلق من نطفه ثم صر إنسان معجب بنفسه وإذا لم يؤمن بربه ماذا جزاؤه هو أنه يصير مثل ما وقع للخشب الخشب يدخل إلى الفرن فيحترق لأنه ليس لحلي شيء الخشب الجيد نصنع منه أبواب وطاولات وكراسي ننتفع بها لكن الخشب الغير جيد يقطع ويرمى في النار هذا في الدنيا هكذا ولله المثل الأعلى يفعل بالإنسان إذا لم يكن قلبه حي بذكر الله ولم يكن مستقيم على الطريقة المتلى إلى أن قال ربنا عز وجل الذي جعلكم الشجر الأخذر نارا فإذا أنتم منه توقيدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ربنا يسهر منهم خلّك تطعوني أمثلة بسيطة أمثلة بإنسان بشجر بأنعام انظروا أكبر من ذلك ارفعوا الصقف ديالكم وانظروا إلى الأعلى أوليس الذي خلق السماوات والأرض من خلق النجوم والكواكب والشمس والقمر وهذا الكون الفسيح من خلقه إنه الله سبحانه وتعالى أوليس الذي خلق كل هذه الكواكب العظيمة الجليلة التي لا حدود لها ما عندها نهاية هل يعجزه أن يعيد خلق الإنسان ربنا هنا يريد أن يكرر عقيدة البعت والنشور المؤمنين يعتقد بأنه بعد الحياة هناك موت وبعد الموت هناك بعت وهناك نشور وهناك حساب وهناك جزاء وهناك خلود فربنا يؤكد هذا إلى أن يقول في الختام إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون الله تعالى لا يشبه على البشر البشر اللي بغا يقوم بشي إنجاز راكي يدير انتخابات ومجلس مقرطي وكيكون مجالس منتخابة وكيكون حكومات ومن ثم يقلب على ميزانيات وكيقلب على فنيين ومهندسين وكيوضعوا لي بوجي ومن البات يقلب على شركاء دوليين ومن البات كي يقوي تسنة والمراحل عاد كي يبدو في الإنجاز المحطة الأولى والمحطة الثانية ثم كيقول لك المشروع من الآن 2050 ما سيقع وحد دراسة كبيرة ومدة زمنية ومكانية كثيرة وجهود مضنية هذا البشر لكن رب البشر لا يحتاج لأي شي ربنا إذا أرضى أي شيء يقول كلمة واحدة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إذا بغى ربي عز وجل يرفع لنا جميعا فيروس كورونا بكل موحدة الله تعالى ما يحتاج ندير جائزة دي المائتي مليار دولار لكي يكتشف لنا هذا الدواء وما يحتاج طاقم طب كبير ودعايا إعلامية ما يحتاج ربنا قال كلمة واحدة يقول في غز كورونا إن تهي توقف يتوقف بماذا يتوقف بأن نستغفره وأن نسبحه كلما سبحناه واستغفرناه ربنا سبحانه وتعالى رحيم بالعباد الله تعالى ما يطلب مننا كثير ما يطلب مننا قيام ليل وصيام نغار ما يطلب مننا إلا تسبيح وتكبير ويطلب مننا استغفار وربنا قادر على أن يرفع عنا البلاء الناس لو انتبهوا في العالم في الصين وأمريكا وإيطاليا وفي التسعين دولة التي أصيبت بفيريس كورونا لو أنهم أقاموا يوما للصلاة والاستغفار حتى كل دين على دينه اليهود على دينهم والنصارى في كنائسهم والمسلمون في مساجدهم وغير المتدينين يدعون الله تعالى لو استغفروا الله تعالى لتوقف في ريس كورونا لكن الناس يبحثون عن أشياء أخرى ويغفلون إلى أن قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ربنا يسبح ذاته يقول يا عبادي ألا تريدنا التسبح العبادي يتكبرون كتقولي سبح لله يقول لك لا سبح لله ما كان عرفش سبح لله لا أريد ربنا يسبح نفسه بذاته العلية فسبحان الذي بيده بيده كلمة بيده ما معنىها؟ معنى أن يد الله يد القدرة الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم بلا تشبيه ولا تكييف فيده هي التي خلقت الكون يده هي لخلقة البشر يده خلقة الشمس والقمر والنجوم والكواكب وخلقة الأنعام والبحار وخلقة الخلق والجنة والنار بيده يد القدرة يعني أن الوجود كل ما في أي شيء سوى يد الله تتحكم في كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء بيد الله فيروس كورونا نستطيع أن نوقفه بماذا أن ننخرط جميعا في التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار يتوقف هذه قاعدة معروفة كان الصالحون كلما جاءهم طاعون أو بلاء أو وباء أو جفاف أو غلاء أو هجوم عدو أو خوف ينخرطون جميعا في التسبيح والتكبير والتهليل ربنا هنا وكأنه يتأسف عن الخلق لقد أضل منهم جبلا كثيرا ما أرادوا أن يسبحوا فيقولوا عن نفسه وعن ذاته العلية يسبح نفسه لنفسه فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء بيده وإليه ترجعون يعني نستعد أيها الأحباب نستعد جميعا نحن سوف نرجع إلى الله وربنا قد أقام علينا الحجة وأعطانا الكتاب الكريم القرآن العظيم وجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي علماء وفي دعاة وفي صالحون ومحدتون وفقهاء بلا عد لا حصر وسوف نرجع إليه ماذا قدمنا ما هو المطلوب أن نسبح يكفينا أن نسبح إذا سبحت لله تعالى هناك هرمون المناعة يأتي في الجسم لن تخاف لا مرض ولا سقم ولا غزو أي وباء أو فيروس إذا سبحت لله تعالى ربنا يباهي بك الملائكة فيرفع شعنك بين الخلق إذا سبحت لله تعالى ربنا يفتح خزائنه ويعطيك من بركاته فلنسبح لله جل على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد